خلق بقى إلى شرم الشيخ حيث انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماعات السنوية البنك الافريقي للتنمية بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي ألقى السيدة وكلمة نص النهاردة وقال فيها بعض الأطقام الهمة عن الوضع الافريقي من حيث التنمية والاحتياجات التمويلية سيد الرئيس تحدث عن أنه دول افريقيا محتاجة 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مش كده وبس ومحتاجة أيضا 144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا ده بالإضافة لاحتياجها لمية وتمانية مليار دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مشتوى البنية التحتية يعني إجمال المطلوب في الثلاث ملفات دول في حدود أو أكتر من 450 مليار دولار أشار أيضا سيادة الرئيس إلى الخسائر المرتبطة بالجفاف فقط في الدول الأفريقية بسبب قضية التغيرات المناخية واللي وصلت لأكتر من 70 مليار دولار وأشار سيادته أن أثار الجفاف السلبية تسببت في خفض أيضا الانتاجية الزراعية لقارة أفريقيا بنحو 34% إضافة إلى ذلك أن دول أفريقيا محتاجة وصولا إلى عام 2030 تمويلات تقدر بحوالي 3 تريليون دولار لمواجهة الانعكسات السلبية للتغيرات المناخية الشيء بشيء يذكر أنه الدول الأفريقية هي الأقل مساهمة في حجم الانبعثات الموجودة في العالم إنما الأسف الشديد أنها الأكثر تأثرا بأزمة وتحدي تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر